جامع عمر الأسود أو شهر سوق أحد الجوامع التاريخية في الموصل يعد للحياة بعد رحلة طويلة من الترميم المشروع الذي تكفل به أهالي الحي استطاع أن يعيد الجامع الذي بني في عام 1093 هجرية لطراز بنائه الأول بعد دماره خلال العمليات العسكرية عام 2014 أرجعت إليه النقوشات كما كانت هي حتى الآيات أرجعت كما هي النقوشات هذه أرجعت وزخارفها الأصلية الفغش نفسه يعني هو إن شاء الفغش ولكن نعيد ترميمه حتى هذا داخل المحراب تم تعميره وتنظيفه وترتيبه ويقع جامع عمر الأسود في شارع فاروق القديم في الموصل وهو بنفس التصميم المعماري لجامع أخيه منصور التاجر من حيث طراز المحراب الذي بني قبله بعشر سنوات كما توجد في الموصلة ثلاثة محارب إضافة إلى المحراب الكبير وقبة بارعة الجمال القبة كاسية الشكل ترتكز على أربع حنيات ركنية كل ركن موجود حنية ركنية تحتوي هذه الحنية الركنية على مجموعة من المقرنصات هذه الرحانية التي يتمتع بها الجامع أصر أهالي الموصل على إعادتها للمدينة التي يثقل كاهلها الدمار هذه المساجد أو الجوامع القديمة لها روحانية خاصة يعرفها أهالي الموصل لأن هذه المساجد درس فيها علماء خيرة علماء مدينة الموصل ورجال صالحين كانت هذه المساجد القديمة أو الجوامع القديمة تبث العلوم الشرعية تؤجز وتخرج من العلماء يحملون علما ثقيلا في العلوم الشرعية المكانة العلمية العالية وعظمة البناء والتاريخ الموغل في القدم صفات ارتبطت بجوامع الموصل جوامع التروي جزءا من حكاية مدينة لعبت دورا مهما في التاريخ الإسلامي وتاريخ العراق الإنساني ككل وتحاول النهضة رغم النكبات واستعادة دورها الحضاري والريادي